شرف لي وبشكر حضرتك مرسيز زوك ألف شكر دايماً يا رب معنا فالله دايماً شرف لي ومتشكر على الدعوة أهلاً بكم جميعاً يعني كلكم هنا ما شاء الله أحباء وأصدقاء يعني الحقيقة إن أنا لما اخترت أتكلم على الهايبر تنشن لأنه يمكن إحنا كأمراض بطنة في السنين الأخيرة تخلينا شوي عن الهايبر تنشن يعني سيرنا إخواننا بتاع الكارديولوجي حطوا إيدهم على الهايبر تنشن وإحنا أهملناه شوي رغم إن إحنا كإنترنال ميديسن يعني معظم حالات الهايبر تنشن بيشوفها في النهاية إنترنست فعشان كده سر إن أنا حبيت أتكلم عن الهايبر تنشن الحقيقة إنه أكتر من 60% من مرضى السكر بيبقوا كمان هايبر تنشن يعني ده الهايبر تنشن ده بتوين ديابيتس وهايبر تنشن ما عدا الهايبر تنشن هو اللي إحنا إيه أهملناه شويه في كلامنا فعشان كده أنا حبيت إن إحنا نبريك ديس هولد لما تبص على كل الماكروفاسكولر كومبليكيشنز لما يكون العيان نورمو تنشف الدياباتيك فلما يكون العيان هايبر تنشف هتلاقي تقريبا الكمبليكيشنز بتزيد أو بتضبل في بعض الأحيان المرتاليتي الكارديوفاسكولر دات الاماقاي الستروك يعني ممجرد ما يبقى أنت قدامك مريض ديابتك وهايبر تنشف أنت بتتعامل معايان أتاهاي ريسك ده الخبر الوحش الخبر الحلو إن إنت لو زبطت ضغط المريض لو عمت قطت بلوت بريشر كونترول بتقلل مش بس الماكروفاسكولر كومبليكيشنز اللي تكلمنا عليها بتقلل كمان المايكروفاسكولر يعني حتى الريتينوباثي والنفروباثي والحاجات دي تتحسن مع البروت بريشر كونترول خدت الصورة بتاعتك حلو بقى عشان راكزك شكرين باش طيب إلى درجة إنه حيانا يا خالد زبط الضغط بيجيب فايدة أكتر من زبط السكر على بعض الإيه الكومبليكيشنز إذن مهم جدا إن إحنا نزبط الضغط وعشان كده الـ ADA حتى واحدة من المهام الأساسية اللي انت مطلوب إنك تعملها مع الجلاسيمي كونترول الليبت مانيجمنت والكارديورينا البروتكشن لكن كمان البلوت بريشر مانيجمنت واحد من البيلرز بتوع الديابيتس كومبليكيشن التارجت بتاعنا في البلوت بريشر كونترول تحت المية وتلاتين على ثمانين بس حاططت لك أنا بالـ ADL مش أنا اللي حاطط يعني if it can be safely attend تقلق على مين تقلق على الـ elderly population فممكن تحاول في الناس الكبار في السن توصل للتارجت ده بطريقة مور جراديوال وبعض عينين السكر عندهم حاجة سناء أرتوستاتيك هايبوتينشن فتبقى برضو حريص في المريض اللي عنده أرتوستاتيك هايبوتينشن ده وانت بتواطي الضغط بتاعه التارجت 130-80 ده جامنين لانه الغات السنة اللي فاتت كانت الـ EDA بتقول 140-90 كانت كل المنظمات بتاعت الـ هايبوتينشن والكارديولوجي بتقول 130-80 مع عدد الـ EDA كانت ساعت تقول 140-90 130-80 دي جات من استودي سمال سبرينت هي اللي قالت انه الانتنسف بلود بريشر لورين بس كان فيه مشكلة في الاسبرينت انه ما كانش فيها عينين ديابتك جات ستادي تانية اسمها ستيب ستادي بتدرس برضو الافكت التنسف بلود بريشر كنترول versus الستاندرد تريتمينت وكانت معمولة في الناس الالدرلي من 60 إلى 80 سنة وكانت 8500 مريض وكانت ديابتك فيها نسبة كويسة حوالي 19% فالإيه دي ايه لما شافت البنيفيشيال افكت للإنتنسف بلود بريشر لورين في الستاب ستادي وانه 19% من يعنيم فيهم ديابتك قالت خلاص بقى نعقر بالتارجت الجديد اللي هو 130-80 وامشي زي زي بقيد الانترناشنال سوسايتس بتاعة الهايبرتنش اللايف ستايل ما ليش منت مهم ما ليش دعوة ان العن مش بيرضى يعملوا احنا مش بنعرف نقنع العيان انه صعب انه مش بيبقى منتين مش معنى كده انه مش مهم مهم ولازم نحاول فيه الويت لوس الفيزيكال اكتيفتي السوديوم ريستريكشن في بلد بقى يعني في بلد زي مصر بقى فيها المخلل والجبنة التركي والفسيخ والحاجات فتب يبعيز انك تانسست جدا على السوديوم ريستريكشن تزاود الكنسومشن بتاع الفروت بقت غالية تزاود الكنسومشن بتاع الفيشتابل برضو بقت غالية لو فات داري بروتكت زي الزبادي والحاجات دي اعتقد برضو انه بقت غالي هندخل في الفرماكولوجيكا التريتمنت الـ ADA بتقول مش اي دوة بيواطي الضغط حد دي اما لانت عايز ايه يا ADA عايز دوة يواطي الضغط ويقلل الكارديوفاسكولار الـ MI والستروك والكارديوفاسكولار في العنين الدياباتيكس طب مين عنده الـ Evidence للحكاية دي تلات مجموعة A, C, D A, S or Arps C اللي هو الـ Dihydro بيرودين كالسيا من شانال بلوكرز تتكلم على الـ Amlodipine والفيلوديبين و D اللي هي الثيازايد لايك ديوراتيكس زي الـ A الـ Hydrochlorothiaiside فانت هتشتغل بـ A A, C, D طب ازاي؟ تبص على الـ Amlodipine والفيلوديبين في كل العينين هتعمل Lifestyle management لو انت الـ Amlodipine والفيلوديبين بتاعك تحت الـ 160 عالمية تبتيت بـ Monotherapy One agent لو فيه الـ Albuminuria أو Establish Cardinal Diary Artery Disease الـ One agent يبقى A, S or Arps والاتنين زي بعض وما حدش حدش في الـ Hypertension الـ Ace والـ Arps زي بعض الاتنين بين لو مفيش تختار اي حاجة من الـ A, C, D لو ضغطك بدايته الـ Initial فوق الـ 160 عالمية تبتدي بـ 2 اللي اتنين دون لو فيه الـ Albuminuria يبقى عندك Compelling indication أو Cardinal Diary Artery Disease انك تبتدي بالـ A بالـ A معايا CCB لو مفيش Albuminuria أو Cardinal Diary Disease تختار اتنين من الثلاثة الـ A, C, D فيه حاجة ناقصة فيه حاجة افتقطوها يعني لما انا قلت الـ A, C, D بيتا بلوكر الـ B اتلاغت شالوها ما تقريش كلية طبعا يعني اتلاغت كفيرست line of A antihypertensive قالك هتستخدمها فعيانين مين Previous Ischemia Previous MI أو Active Angina أو Atrial Fibrillation أو Heart Failure تبقى الحاجات دي تبقى الحاجات لأن في الحالات بيتا بلوكر بتقال المرتالي لكن لو عادي ما عندوش الحاجات دي لا يبقى هتخليك في الـ A, C, D نحن نعمل كده في مصر لا في الـ براكتس بتاعنا ما زلنا للأسف مقتنعين أكتر بالبيتا بلوكر لازم أفكركم هنا بهذا التنبيه أن الرأي الوردة في هذا المحتوى ليست رأي شخصي مني ولكنها صادرة عن الجماعة الأمريكال السكر اللي كل مرة بيقول السلائد دي بترجع الناس تتخانق معي بعد كده الـ A, D, A جابته منين ليه قالت A, C, D وبلاش الـ B سنة 2005 كان فيه متااناليسيس بيتكلم على الأفكت بتاع بيتا بلوكر على الـ B ولقوا أن الـ 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 بيتا بلوكر سنة 2016 ده متااناليسيس ثاني وده الـ 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 بتقول أن الـ الـ بيتا بلوكر بيتا بلوكر كربعات المحتوى من غير بيبارتنشن مخيفة من غير بيتا بلوكر بيتا بلوكر لتعاق بتقيم الـ من ثم بعد كده تنفيد تنفيد وعلى التكلمة ولكن الـ بيتا بلوكر فيزو ديليتور مثل النيبي فيلول والكارفيديلول ونستخدمهم وماذا أخذ بالك يا دكتور زاتون؟ سأقول له أبداً تعمل العملية الكبيرة في أمريكا نصرت سنة 2021 في جورنال الهيبرتنشن قالت أن حتى النيبي فيلول والكارفيديلول إنفيريور للأي سيدي إنفيريور للأي سيدي يبدو لنا أنهم أمور فيه ناس قاعدين مكشرين لكي يحبوا البيتابلوكرس أنا أقول لكم ما تزعلوش ولكن العلم كل يوم فيه كلام جديد راجعت المقالة حتى تتنشر في ديسمبر السنة لكنها تتنشرت في ستمبر اليوروبيان سيدي هايبرتنشن جايدلاينز 20-23 راجعوا قالوا أنا هنرجع البيتابلوكرس في الفيرسط لايب قال لك أصلي فيه إنديكيشنز كتيرة بتخلينا نحتاج البيتابلوكرس فخليها حاضر إيه هي الإنديكيشنز دي؟ حط ماهي الحاجات التي نقول عليها كورونيك كوروناري سندروم إسكيميا هارت فيلير ودلوز إيجيشن فراكشن أتريكيشن قال لك فيه حاجات تانية برضو ممكن تخليك تخليك أنك تدي العين بيتابلوكر كفيرسط لايب العين عنده ريسطنج تاكيكارديا الهارت ريت بتاعه أكتر من ثمانين ده ليفلوف افدنسي عين عنده سيرتوكسكوزي طب ما أنا بتديله البيتابلوكر هنا عشان السيرتوكسكوزي بس ماشي مجرين اللي بيجيله مجرين احدى طرق انك بتريبينت المجرين هي البيتابلوكر اللي عنه عنده إيه Essential Tremors واضح ان الموضوع برضو لسه فيه شوية ديبيتس بس لو احنا بتوع سكر وحنمشي على ال EDA بحنا هنشتغل من لي على ال ECD في الريزيستنت هايبر تنشن لو أنا عطيته الثلاثة تريبل ثيرابي من ال ECD ولسه ما تزبطش زاود له MRA mineralocorticoide receptor agonist تتوقع ان انت كنت تقول ازاود بقى بيتابلوكر قالك لا بردو ما تحديش بيتابلوكر ADA Spironolactone جابوا كلام ده منين بنستادي اسمها الباثوي 2 قارنت Spironolactone بالBisobrolol البيتابلوكر ومين كان مور افكتف في الريزيستنت هايبر تنشن Spironolactone يبقى هم فعلا هنا بيتكلموا كلام Evidence based ويحترم طيب لو هتدي اس او عرب عشان قلب من نوري عشكولين او هو كان اختيارك كده بتمانيتوا البوتاسيوم والاستيماتي GFR والكرياتينين طبعا طيب السؤال امتة توقف الاس او الارب يعني انت بتدي عن اس او الارب وبحكم سين او دوريشان بتاع الدزيز الاستيماتي GFR بتاعه بيقل اث ريشولد اللي عنده توقف الاس او الارب توقف الاس او الارب يعني احنا مثلا ما نتكلم عن اس جيل تون هيبتورز نقول عشرين نتكلم على المتفور منه نقول تلاتين ما نتديش بعد كده بالنسبة الاس والارب ايه الرقم اللي عنده بنوقف مفيش حكومة انا الحكومة ماشو عملوها study ما احنا لازم اجاباتنا تكون على ايه؟ على evidence based عملوه study اسمها stop ace قالك لما استيمتت جيفاري الا عن تلاتين ارمح يوقف و ارمح يكمل و نشوف الرينال اند بوينس لو مفيش فرق او الرينال ديزيز اذا لو كملت مفيش دامج لكيدني زيك زي ما كملتش طب اكمل ليه اذا كان مفيش فايدة لكيدني عشان الكارديوفاسكولر اشكرك يا دكتورة اتعملت large observation study برضو في امريكا و شافوا الريكورس بتاعت العينين الناس اللي وقفت و الناس اللي كملت على المورتاليتي لقوا الناس اللي كملت الكارديوفاسكولر المورتاليتي عندهم قلت و الناس اللي وقفت الكارديوفاسكولر المورتاليتي عندهم زادت و الكونكلوشان بتاعهم كان انه كونتينيون كارديوفاسكولر في مستعمل مع كارديوفاسكولر بس دي النقط اللي أنا حبي تكلم حضراتكو عليه شكراً لكم